السلام عليكم ازاي كما ان الفترة دي معناش موبايلات نعمل عنها ريفيوات ان شاء الله الام اربعة وتلاتين فايف جي جاي لبكرة ان شاء الله وهيبقى فيديو قوي جدا عن الموبايل ده لان ده واحد من افضل موبايلات اللي انا كنت مستنيها فكرار تعمل فيديو عن اسوأ مشاكل بيتواجهني شخصيا والحاجات اللي بدييني من موبايلات سامسونج بصفة عامة زي ما عملنا قبل كده عن انفينيكس وقوبو وشاومي والسرسالة ده عجبت الناس جدا فلذلك لو انت بقى واحد من اللي لسه اول مرة يشوفونا او بيتفرج علينا بنجير معامل الاشتراك فانت كده بتفوت عن نفسك مجموعة فيديوز يعني انت هتندم انك بتفوتها والله بجد يعني فانصحك انك تعمل لايك وتشترك عشان كل فيديو جديد ينزل يعني اتتابه اول باول ولو انت مشارك قديم معنا يبقى استازينك تعمل وتعمل اشتراك من جديد وتفعل الجرس عشان الاشعارات ترجعت وصل لك تانين فخلينا بقى على بركة اللي نتكلم النهاردة عن اسوأ حاجات بتدهيقني من شركة سامسونج وان شاء الله فهارة بوقت هنعمل فيديو عن المميزات علشان يعني ان بدنا الشركة حقها اول حاجة بتدهيقني من سامسونج في الفترة الحالية ان هي شالت الشاحن من الاجهزة بتاعتها بالتحديد بعد ما شركة ابل قررت ان هي تعمل الموضوع ده وشركة سامسونج الاول التاريات وبعد كده اللحقت بها فبالتالي ما فيش اي موبايل من سامسونج بيج معي الشاحن وبصراحة دي حاجة يعني غريبة انك تروح تجيب الشاحن لوحده في حدود ستمائة جنيه ولا الف جنيه طب ليه وكل ده بحجة الحفاظ على البيئة لأ ده كلام على ورق انتو كاب تحقوا علينا والناس فهمة يعني ايه الكلام ده كويس لو عايزين انت حافظوا على البيئة قال له من انبعاثات سانيوكسيد الكربون وحافظوا على مياه المحيطات بدل ما ترمو فيها مخلفات المصانع فكل دي حاجة علشان المكاسب تزيد فدي كانت اول حاجة جزئية ان الشاحن مش موجود في العلبة يعني لو هنتكلم برضى عن نفس الجزئية ده انت لا معاك شاحن ولا معاك ولا معاك اي حاجة هو يدوبك الوصلة وبيقول لك احمد ربك ان انا ما اديك وصلة يعني نقص ان يعمل لك على الوصلة يكتب لك عليها جيفت ان فيه جيفت جوه العلبة ووصلة شاحن ابجد والله يا مرح عجيب جدا واكيد اي واحد من المستخدمين سامسونج دي مش هانا الوحدي تاني حاجة بصراحة بدي ايني من شركة سامسونج بالتحديد في الفئة الاقتصادية ان هي بتبخل جدا على المستخدمين بتوعها وعلى العملاء بتوعها في الفئة دي يعني على سبيل المثال ال اي زيرو فور اس مسلا او اي زيرو فور نازل بسعر معدل خمس تلاف جنيه نواجد بساطة على مواصفاته والعيلة جدا في حين ان خمس تلاف جنيه وعلى خمس تلاف خمسمائة جنيه بتلاقي موبايلات من انفينيكس موبايلات من شاومي موبايلات من اوبو كمان بتقدم مواصفات اقوى وافضل واعلى وبسعر يمكن اقل شوية كمان فسامسونج في الفئة الاقتصادية انا كحسين ما برشحاش لحد الا بقى لو انت واحد من مستخدمين سامسونج والقدام ومرتاح مع وجهة سامسونج وبص الدنيا معاك تمام وزي ان بقولك كده انت سامسونج دي من نسبه لك ما فيش شركة غيرها لان فيه ناس متعصبة جدا تجاه انك تتكلم كلمة واحدة تجاهها سامسونج يا رجل هم مش بدينك حاجة كأنك شغال معاهم هو انت بارتنر معاهم انا معرفش ولا ايه لازم فيه روح كده النقضي رو يبقى فيه في الحوار بيننا تقبل وانا اتقبل وانا يتمشي وانا والله بجيبش حاجة من عندي انت شوف بنفسك مواصفات سامسونج في الفئة الاقتصادية بتعمل ايه يا عم كمان في الفئة المتوسطة يمكن افضل موبايل شركة سامسونج قدمتهم في سنة الفين تلاتة وعشرين هو السامسونج ايه اربعة وعشرين ايه اربعة وعشرين كان جاي معالج هليو جي تسعة وتسعين واخد بالك الامة اربعة وتلاتين اللي جاي بكرة ان شاء الله بازن الله سعره ضمار ده غير كده بيقدم لك مواصفات قوية جدا وفايف جي وورام محترم وزاكرة محترمة وكل ده في حدود حوالي تسعة تلاف جنيه فبصراحة ده برضو منتفرات سامسونج ولا انا باتكلم عن افضل الموبايل منتشر لان الامة اربعة وتلاتين قليل عندما الامة اربعة وعشرين منتشر هو مميزاته كمان ان هو صنع في مصر فدي حاجة برضو ميزة فيه ولكن خلينا نتكامل عن مميزات في فيديو الواحد عشان الكلام ما ياخدناش فيعتبر ده افضل موبايل شركة سامسونج بتقدمه حاليا في الفئة ايه يعني اللي هي بداية المتوسطة اللي هو السامسونج اربعة وعشرين وسعر كمان دلوقتي عدى تمن تلاف جنيه على فكرة الموبايل ده فعلا بيقدر ينافس اي موبايل موجود في نفس الفئة الموبايل ده بينافسه بقوة وعملنا فيديو مقارنة بين الموبايلين انصحك طبعا هو بشدة تروح تشوف فيديو مقارنة وتعرف نتيجة من اللي كسب في الاخر فالموبايل ده انا بعتبر هو افضل موبايل شركة سامسونج وبتقدمه كفاية اقصادية وبداية الفئة المتوسطة انما حتى الايه اربعة وتلاتين برضو مواصفاته مش اللي هي في نفس الفئة دي بتلاقي موبايلات اقوى بكتير فدي مشكلة سامسونج عايز سامسونج بقى باعداء وعادات قوة جدا اه اطلع بقى للهواتف الرائدة فوق كده بتلاقي مجموعة اجهزة من سامسونج مالهاش مثيل انا كواحد من الناس كحسين اما ييجي حد معا عشرين تلاتين الف وعايز يجي موبايل انا على طول وش برشح له من سامسونج مبرشح لهش لمن شاومي ولا من اوب ولا من اي شركة هي سامسونج تتوكل على ضب سامسونج في الفلاكشيب صعب جدا تلاقي منفس لها وهتعرف ليه طبعا في الفيديو بتاع المميزات اللي هيكون قريب بإذن الله بس ده طبعا يتوقف على تفاعلك معنا لو عايز فيدي المميزات فاللايك طبعا للفيديو انك تقول في تعليق يعني تفاعل معنا لان فيها ده حاجات حلوة ان شاء الله عند الربع مليون بإذن الله حاجة كمان بتديني جدا من تلفونات سامسونج ايه الشحن بتاعها منافس الشحن بتاعتها ايه نعم طيب سي وكل حاجة وزي الفل ولكن اما تيجي تبص على الشحن السريع ما فيه شحن سريع تحس ان شركة سامسونج تقنية الشحن السريع لسه بادري عنده متأخرة جدا في التكنولوجي دي طب ليه جماعة ليه بتقدم لحد الوقتي خمستاشر واط وكمان لها موبايلات اقتصادية عشرة واط انتي بتهزري الاقتصادي يعني عشرة وخمستاشر والمتوسط خمسة وعشر واط طب هو ده كلام ده حتى في اجزر ايه ده عندهم بخمسة وعشرين واط طب ليه ليه يعني انا مش فهم موضوع الشحن ده مديني جدا انا معي موبايل من سامسونج بستخدمه وبيديني في موضوع الشحن انا عشان شحن الموبايل بشحن قبل منام لان انا لو شحنت الموبايل اثناء اليوم عادي لا ما بيعطلني انا شغل كل مربوط بالموبايل يعني اما اعود على اللاب توب شوية او اعود على الموبايل الموضوع ده اصلا تعبني بتشحن لتلاتين اربعين في المية يكفوني ان انا اشتغل بهم شوية فسامسونج هنا بتعاني وبشدة من جزئية الشواحن البطيقة بتاعتها لا لازم سامسونج تشتغل على نفسها وتعلق قيمة تدينا شحن سريع يعني انت ما بتدي الشحن في العلبة وكمان شحن بطيء تحس ان هي ماشية على نهج ابل ابل برضو لحد الوقتي شواحنها عقيمة بطيئة جدا هو عموما يعني عشان نكون فهمين سامسونج وابل بي بي واسمهم عشان تبقى انت تفاهم انما انت ممكن تلاقي موبايلات من شركات تانية يعني مثلا زي اوبو شاومي اا فيفو اي بقى من الشركات التانية المنافسة دي من الشركات الصينية التانية تلاقيها بتنافس وابو قوة جدا مواصفات واسعار مصت ملاحش منافس ولكن مش قادرة تبيع زي سامسونج وابل لان دولا بيبيعوا باسمهم بيبيعوا باسم البراند زي ما انت كده تروح جايب مسلا تشيرت مسلا من اي براند مسلا خلينا دفاكتو عشان دفاكتو تركيا ملاحش جاعب المقاطعة رايح تشير تشيرت من دفاكتو مش زي ما رايح تشير مسلا تشيرت من مرجل جديد على الرصيف هناك بالرغم ممكن يكون البيع هناك بيبيع خامات كويسة جدا مش وحشة تتقبل وتتلبس ولكن دفاكتو بتبيع باسم البراند في اهم الفكرة فدي اللي بيلعب عليها بقى سامسونج وابل اخر حاجة بديهين في هواية في سامسونج الوجهة بتاعتها على الهواية في الاقتصادية بتكون تقيلة يعني المفروض ان هم يقدموا وجهة خام انا بفضل ان هم يقدموا وجهة خام زي الشركات التانية وبتعامل زي الريلمي سي تراتة وخمسين كان في النسخة اللي هي مش فاكرة اللي اسمها كان كان كانت النسخة برضو خام عشان تبقى خفيفة على الموبايل وفعلا ده كان اداء كويس جدا مع المعالج التعبان اللي كان موجود في الجهاز نفس الفكرة المفروض يعملوا خامات اا او وجهات خام بشغل يعني يتوافق مع المعالج اللي شغل ان المعالج في الاول في الاخر اقتصادي اه طبعا الشركة لازم تكسب اكيد مفيش كلام ولكن المفروض يراعوا ان في مستخدمين بيستخدموا الموبايلات دي يا رجل ده انت الموبايلات دي دلوقتي مفيش طفل يعرف استخدمها بتاعت المفاقات الاقتصادية وبمنسبة الاطفال واستخدامهم للتليفون خلي بالك ان طفلك بيستقبل كمية معلومات رهيبة من الريلز اللي بيشوفها لو انت سبت لابنك الموبايل ساعة في اليوم هيقلب في الريلز يعني لا يقل عن تمانين مئة فيديو بيشوفها من خمستاشر لتلاتين سانية تخيل بقى كمية المعلومات ولو جيت سألته طب يا حبيبي انت شفت اول فيديو كانين مش هيفتكره ممكن افتكر فيديو او اتنين بس انما غير كده مش هيفتكر دي كمية معلومات رهيبة بتخش في لابنك في السن هو في حاجة لاستبال المعلومات لان المخ بتاعه فواضي مفيش اي تخزين للزاكرة بتاعته فانت شوف وتابع ابنك زاكرة وتتخزن به الكلام ده لو المحتوى نظيف فبالا جبالا محتوى اسفاف والمحتوى هابل زي اللي احنا منشوفه مشهور على تيك توك وغيره فعلى الله السلام وربنا تولى ابنك ابنك كده بيضيع منك خلي بالك احنا مش عايزين يقلبها طب بنفسي ولكن خلي بالكم على اطفالكم او بس كده لك انا اكتر حاجات بتديني في موبايلات سامسونج فلو الفيديو افادك فعلا اللايك والشير وكل ده وان شاء الله هعمل فيديو لو انت معيك موبايل سامسونج في فئات اقتصادية او فئات يعني اولا ايه لا ازاي تحسن من اداءه وازاي تعلو سرعته وده طبعا هيرجع للشراكك وتفعلك للجرس واللايك بتاعك عشان يعني ايه يعني تديني دافع ان انا اعمل لك فيديو تانية تتفرج عليها في الاول فيديو عجبك لايك شير اشتراك وفعل الجرس عشان تعمى معي كل جديد وشارك الفيديو ده معي غيرها كنت قابل ان شاء الله فيديو جديد سلام